لم يتأخر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني كثيراً حتى تراجع عن قراره ليعيد العمل بلجنة تقص الحقائق حول قتلة المتظاهرين بعد مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة العشرات في ذيقار والذي دشن عهداً دموياً جديداً لحكومته لا يختلف عن سابقاتها هذا الانسجام بين توجه الحكومات بقمع حرية التعبير والتظاهرات في العراق يكشف الأساس الذي اعتمد عليه السوداني بإلغاء التحقيق في البداية ثم العودة إليه لامتصاص غضب الشارع الذي صعد تظاهراته من جديد لإنهاء لعبة الهروب للأمام والتسويف التي تلعبها حكومة الإطار التنسقي ومن سبقتها منهاج تقول منظمة هيمان رايتس وورش إنه يكرس سياسة الإفلات من العقاب في العراق حيث لم تفي السلطات الحكومية بيعودها بمساءلة عناصر الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة لها أصلاً والمسؤولة عن قتل وإخفاء مئات المتظاهرين والنشطاء منذ عام 2019 واكتفت بعزل بعضهم عن مناصبهم ويشير الميثاق الوطني العراقي إلى أن عزل هؤلاء الضباط والقادة الأمنيين هو بمثابة تكريم لهم وليس عقاب فهو تمهيد بحسب الميثاق لتعيينهم بمناصب أخرى بعد فترة مؤكداً أن السودانية وحكومة الإطار التنسقي هي من أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين وفق نية مبيتة اتهامات يؤكدها اعتقال السلطات لنحو عشرين من رجال الأعمال في محافظة ذيقار بتهمة التحريض على التظاهرات في الناصرية معيدة للأذهان فضيحة اعتقال عدد من شيوخ العشائر والأكاديميين بتهمة الانتماء للبعث بعضهم توفي بعد أيام من الخروج من الاعتقال نتيجة التعذيب اعتقالات حولت القضاء بحسب هيومن رايتس ووتش إلى أداة لقمع أي انتقاد سلمي بينما يفلت عشرات المسؤولين وقادة وعناصر الميليشيات من العقاب رغم قتلهم النشطاء والمتظاهرين في انعكاس مؤسف ودموي لضياع سيادة القانون في العراق